لكن سنة 1938 حملت أخبار سيئة لأسرة النادي الأهل النادي الأهل فقد أحد أعضاؤه وابن عائلة من كبار عائلات الأهل توفي محمد فاهمي سيكرتير فريق كرة القدم وشقيق مراد وعزيز فاهمي وزي ما قلنا الحلقة اللي فاتت التلاتة محمد ومراد وعزيز فاهمي من أعضاء الأهل الأدام التلاتة لعبوا تنس ومثلوا الأهل في مسابقات كتيرة أوشي وكمان لعبوا كرة قدم ومثلوا الفريق الأول للنادي في ظاهرة ما تكررتش في الأهل إلا مع الأشقاء صالح سليم وعبد الوهاب سليم وطارق سليم وعارفين طبعاً إن مراد فاهمي بقى بعد كده سيكرتير النادي وعضوه في مجلس إدارة الأهل وأول سيكرتير للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ويبقى والد مصطفى مراد فاهمي عضو مجلس إدارة الأهل وسيكرتير عامل التحاد الأفريقي وحفيده الراحل عمر مصطفى مراد فاهمي سيكرتير للتحاد الأفريقي وعزيز فاهمي كان حرس مرمى الأهل ومنتخب مصر وبعد كده كان من مؤسسي للتحادين المصري والدولي للكرة الطيرة وساهم في نشر اللعبة في محافظات مصر المختلفة ومحمد فاهمي كان لعب كرة وبعد اعتزاله قرر العمل في الإدارة ودخل انتخابات النادي وبقى عضوه في اللجنة التنفيذية وسكرتير لفريق كرة القدم في الوقت ده كان الأهل بيرتب لرحلة خارجية يلعب فيها فريق كرة القدم مباريات ودية في تركيا وطبعا محمد فاهمي سيكرتير اللعبة ومعاه مساعده اللعب السابق رزقال لحنين بيجهزوا كل أوراق الرحلة وترتباتها وقبل السفر بأيام تعب محمد فاهمي تعم خفيف وفضلت إدارة الأهلي انه ما يسافرش مع الفريق لتركيا ويفضل في مصر للعلاج وبعد كده يبقى يسافر لمرافقة البعثة لكن في خلال يومين ثلاثة ارتفعت درجة حرارته وتأخرت صحته وتم نقله المستشفى الحميات وكانت مشيئة الله انه يتعفف كان يوم حزين في النادي الأهلي محمد فاهمي كان دمث الخلق نشيط وكادر من الكوادر اللي بيتم إعدادها للمستقبل الله يرحمه اشتركوا في القناة